في الوقت الذي يراهن فيه قناصة النظام على ارتكاب أفشع الجرائم الإنسانية في حق المدنيين السوريين وتضييق الحصار أكثر على المصحفين لنقل الجرحى إلى المستشفيات الميدانية في الحالات الطارئة أو انتشال الجثث من مرمى القناص التي تبقى مرقاة لفترة طويلة يراهن مهندس الإلكترونيات أيضا على اختراع مسحفين آليين لنقل الضحايا من موقع المعركة إلى أماكن آمنة كما هو الحال بالنسبة للمهندس الحلبي أحمد حيدر الذي فكر في اختراع روبوت يعمل ممرضا وأطلق عليه اسم روبوتونة حيدر روى حادثة أجبرته على التفكير في إيجاد حل لإنقاذ الجرحى المصابين برصاص القناصة وتتلخص الحادثة في إصابة أحد المقربين له برصاص في ساقه من قبل القناصة وما هي إلا دقائق ويمطره القناصة برصاصة قاتلة في رأسه خلال ثلاثين دقيقة وأضاف حيدر أنه لم يتجرأ أحد على إنقاذه وقتها بعدما باءت كل محاولاتهم بالفشل رغم استخدامهم الأسلاك المعدنية والحبال لإبعاده عن المكان قبل أن يتلقى رصاصة في عنقه أودت بحياته وبمساعدة صديقه مهندس الميكانيك بلال وزملاء له أتراك قرروا عمل شيء لمساعدة الآخرين حتى لا يواجه غيرهم المصير نفسه ويخطط حيدر وفق ما جاء في صحيفة الاندبندنت البريطانية لتكون أبعاد هذا الروبوت بنحو مترين وعشرين سنتيمترا طولا ومتر عرضا مما يمكنه من احتواء الجثة ويستخدم صاحبه في ذلك أجزاء من جرافة مزودة بخمس كاميرات وذراعين معدنيين أطلق عليه حيدر اسم تينا وسيكونان جاهزين خلال شهرين إذا ما اكتمل تمويل المشروع ويأمل أن يكتمل بقية الروبوت مع نهاية العام الروبوت الممرض ضخم نسبية مقارنة بالروبوتات الأمريكية والإسرائيلية قد صممها رجل سوري لتكون ضخمة تحمي الجرح من قناصة النظام سيما في حلب والتي تحتاج إلى الإسراء في تصميم نحو ستة روبوتات نظرا لإصابة نحو ستة أشخاص يوميا برصاص القناصة اشتركوا في القناة